شهدت مدينة الغيظة بالمهرة وقفة تضامنية شاركت فيها مئة نساء تنديدا باستمرار الحرب على غزة وتأكيدا على الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني واستنكرت الوقفة استمرار حالة الصمت والعجز الدولي تجاه الانتهاكات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل يومي بحق النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة داعية المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية وإيقاف العدوان رغم التدمير رغم الدمار رغم الحصار رغم الإباءة رغم كل شيء إلا أنهم صابرين صامدين وبإذن الله سبحانه وتعالى النصر لنا والنصر حليفنا وتحيا فلسطين